أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى القسم الثاني من ساعة حرة لهذا اليوم أبقى مع ضيفنا من السعودية سيد خالد الزعتر الكاتب والمحلل السياسي أيضا العاهل السعودي خلال الاجتماع قال بأننا نواجه في منطقتنا تحديات خطيرة تتمثل في التطرف والإرهاب وهذا ما تفضلت بالإشارة إليه في إجابتك على سؤال الأول لكنه أضاف أن البلدين أيضا يواجهان محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة مما يستدعي مننا أي العراق والسعودية وجميع دول المنطقة التنسيق التام لمواجهة هذه التحديات هل أن السعودية والعراق على صفحة واحدة بهذا الخصوص خاصة وأن العاهل السعودي يشير بشكل غير مباشر إلى العقدة الإيرانية في المنطقة مما لا شك في أن المشاريع الإيرانية والأطماعة التوسعية لها وهي حاضرة وبقوة فيها الخطاب السياسي السعودي لكن بالتحديد عند نقطة العلاقات بين السعودية والعراق باعتقدي أن الحديث عن إيران من السابق لأوانه ربما هذا ما لم يشير له صراحة الخطاب السياسي السعودي لأن العلاقات بين البلدين تحتاج للكثير من الوقت حتى تترسخ بخاصة وأن هناك الكثير من الدول الإقليمية وأعني بالتحديد هنا إيران التي ترى أن ليس من مصلحتها هو عودة العراق للحضن العربي وعودة العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية وهو بالتالي سوف يكبد الإيرانيين الكثير من الخسائر بخاصة في صراعهم مع المملكة العربية السعودية كما نرى أن إيران منذ سنوات طويلة دأبت على أن تستخدم العراق أو تسعى إلى توظيف العراق وبخاصة في فترة حكم المالكي كأداء لصراعها مع المملكة العربية السعودية اليوم العلاقات السعودية العراقية هي تسعى قدما باتجاه التطوير لعل مجلس التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق هو يعد تتويجا لما بدله البلدين من جهود طويلة وهو يؤكد بأن المملكة العربية السعودية والعراق ماضيتان في تطوير العلاقات وليس فقط المحافظة على قدر بسيط من العلاقة بين البلدين وإنما تطمح البلدين بهذا المجلس التنسيقي إلى تكثيف التنسيق والتعاون بينهم في ما يخص ملفات المنطقة بخاصة وأن عودة العراق في هذا التوقيت للحضن العربي وعودة ركيزة استراتيجية وركيزة من ركائز الاستقرار في المنطقة باعتقاد أنه سوف يساهم إلى حد كبير في ملء الفراغ الذي خلفته سوريا التي تعيش في دوامة العنف والفوضى لذلك نجد أننا اليوم أمام مثلث من ركائز الاستقرار في المنطقة وهي السعودية والعراق ومصر هذا سوف يساهم إلى حد كبير في أن يدفع ملفات المنطقة نحو الحلحلة بخاصة بعد الجمود التي عاشته هذه الملفات في ليبيا وفي سوريا نعم أعود إلى واشنطن سيد أدورد رئيس مجلس الوزراء العراقي في هذا الاجتماع دعا إلى إنهاء النزاعات المسلحة إلى وقف سياسات التدخل في شؤون الآخرين من أجل مصلحة خاصة لهذه الدولة أو تلك والبدأ بمرحلة جديدة من التعاون الشامل والتكامل الاقتصادي المشترك لم يسمي الدول التي تمارس تدخلا في شؤون الدول الأخرى هل أن العراق ما زال بين السعودية وإيران أم ما زال حسب وجهة نظر الرياض نظاما طائفيا تعاتب الرياض عليه واشنطن أنها تركت العراق نهبا للنفوذ الإيراني أعتقد أن الإشارة للدول التي تتدخل هدفه أو يشير إلى إيران الرسالة كانت واخذين بعين الاعتبار أن الاجتماع كان اليوم في الرياض علينا أن نكون واضحين رئيس الوزراء العبادي ورغم حقيقة أنه شيعي ومع حزب الدعوة إلا أنه لا ينظر إليه بثقة كبيرة طهران لديها شكوك برئيس الوزراء العبادي وتذكر بشغف حكم رئيس الوزراء السابق المالكي الذي كان يحابي المصالح الإيرانية أكثر من السيد العبادي السيد العبادي قلق بشأن التدخل الإيراني في كل من الشؤون الأمنية والسياسية للعراق ووحدات الحشد الشعبي تحظى بدعم إيراني وهو يود أن يرى اليد الإيراني تنسحب من العراق وأن تسمح إيران لبغداد أن تخطى مسارها وأن تقيم علاقاتها الأمنية مع جاراتها وأن تكون لها سيطرة كاملة على كل الأصول الأمنية بما فيها التي تستخدم محليا إذن هناك الكثير من الشكوك بين كل من بغداد وطهران وموضوع التدخل عندما يثار فإنه في عقل السيد العبادي أكبر هاجس يتعلق بإيران نعم يعني السعودية والولايات المتحدة يعني تنخرطان من أجل الحد من نفوذ إيران في المنطقة هذا ما يقول به القادة في البلدين هذا ما يقوله الإعلام في الولايات المتحدة في السعودية سيد أدورد يعني أين يقع العراق في هذه الاستراتيجية هل هناك مكان حقيقي للعراق لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة أعتقد أن هذا سؤال عظيم وهو سؤال يتعلق بما إذا كانت بغداد وإلى أي درجة يمكن أن تبقى مستقلة في هذه الشؤون حتى داخل العراق لقد رأينا مع الاستفتاء الكردي الأخير من أجل الاستقلال رأينا إعادة استعادة كاركوك من جانب القوات العراقية ورأينا أن إيران كانت تساعد كثيرا بغداد في استعادة كاركوك بصالح بغداد إذن ليس من الواضح اليوم داخل العراق ما إذا كان رئيس الوزراء العبادي في موقف يسمح له القول ليست لدينا أي علاقة في الشؤون الأمنية مع إيران حاليا كانت هناك برهنة واضحة على ذلك في كاركوك والسعوديون على بين بهذا لهذا السبب هم يحاولون بناء علاقات مع العراق وواشنطن بالتأكيد تشجع الرياض على بناء علاقات مع بغداد ولكن لا تزال هناك شكوك بشأن الصلة والعلاقة مع إيران وهذا هو العامل الأساسي الذي سيحكم العلاقات في نهاية المطاف بين السعودية والعراق والعلاقة مع إيران أيضا نعم أنتقل إلى لندن سيسار يعني الوزير الأمريكي تيلرسن قال في المؤتمر الصحفي ما نصه بالطبع هناك ميليشيات إيرانية في العراق والآن بما أن المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية شارفت على نهايتها كما يرى فإن على تلك الميليشيات العودة إلى موطنها على جميع المقاتلين الأجانب العودة إلى مواطنهم لم يصدر أي تعليق رسمي عراقي حول هذا التصريح على لسان وزير الخارجية الأمريكي كيف تقرأ هذا الأمر طبعا أنا لا أعلم ما هي المعطيات التي لدى وزير الخارجية تيلرسن حول وجود ميليشيات إيرانية إلا إذا كان يقصد قوات الحجد الشعبي وعلينا أن نعلم بأن هذه القوات هي قوات عراقية لكن البعض منها بالطبع لديه ارتباط أيديولوجي بإيران ولكن هناك جزء كبير منها جزء ليس له علاقة بإيران وهو مرتبط بالسيد السيستاني أو مرتبط بجهات عراقية مثل سرايا السلام التابعة للتيار الصدري يعني ليس لديها هذه الجماعات ارتباط بإيران إلا البعض منها لدواعي أيديولوجيا لا يعرف ماذا يقصد هل يقصد أنها ميليشيات إيرانية إيرانية يعني مؤلفة من إيرانيين أم يقصد أنها إيرانية الولاء أنا على حد علمي لا توجد ميليشيات إيرانية في العراق هناك مستشارين عسكريين إيرانيين وهذا أمر لا تخفيها الحكومة العراقية هناك اتفاقية موقعة بين الجانبين لمكافحة الإرهاب ووقعت في هذا العام يعني هناك تعاون أمني بين الطرفين أما صمت الحكومة العراقية يعني يفترض الوزارة الخارجية أو الحكومة العراقية أن تصدر بيانا بهذا الشأن ولا أفهم لماذا لم تصدر الحكومة يعني سكوت الحكومة يعني أقرار بوجود ميليشيات إيرانية في العراق أو أن عليها أن تزيل سوء سيد ساهر آسف لمقاطعتك ولكن لطالما كانت بغداد تقول بأن وجود هؤلاء العسكريين الإيرانيين مستشارين خبراء مدربين ما إلى ذلك باتفاق أو بدون اتفاق ضمني أو غير ضمني يعني حتى هذه الأمور ربطتها القيادة العراقية بمحاربة داعش والوزير الأمريكي يعتقد أن محاربة داعش يعني تشهد الحرب على داعش تشهد ربما أيامها أو أسابحها الأخيرة في العراق هل تتوقع أن بغداد ستعمد إلى الطلب من المستشارين الإيرانيين بمغادرة العراق والعودة إلى إيران وقطع اليد الإيرانية عسكريا وأمنيا عن الملف الأمني العراقي أولا علينا أن نعرف أن العراق خرج على وشك الخروج من أزمة داعش ولكن الأزمة الجديدة التي حصلت أزمة إقليم كردستان يعني هذه الأزمة الجديدة لا أعتقد سوف تدفع العراق إلى قطع العلاقات الأمنية والعسكرية أو الطلب من المستشارين الإيرانيين مغادرة البلاد أعتقد أن هؤلاء سوف يبقون وعلينا أن نعلم أيضا بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لا يملك كل مفاتيح اللعبة ولا يمتلك القرار السياسي الكامل في العراق هو يحاول أن يتجه للتصرف باستقلالية وبالحفاظ على سيادة الدولة العراقية ومنع التدقلات الخارجية ولكن هناك الكثيرون من من يعارضون سياساته ويحاولون أن نيل من عبر اتهامه بأنه تبع للولايات المتحدة الأمريكية أو أنه يحاول أن يوطد علاقاته مع السعودية على حساب إيران وخاصة منافسه نور المالكي الذي لا زال يحلم بالعودة إلى كرسي رئاسة الوزراء هم يحاولون وفي هذا الإطار عرقلت إجراءات العبادي عرقلت قرارات العبادي رغم الإجماع الذي حصل الآن عليه في قضية الاستفتاء وما حصل في مدينة كاركوك لكن مع هذا لا يحاولون أن يعطوا كريدت للدكتور حيدر العبادي لذلك أعتقد القرار ليس مطلقا بيد حيدر العبادي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى دعمه من أجل اتخاذ موقف أكثر استقلالية ومحافظة على سيادة العراق يعني عبر الدفع باتجاه توثيق العلاقات مع السعودية في المنطقة باعتبارها حليف للولايات المتحدة الأمريكية لكنني باعتقادي أن العبادي غير قادر حاليا في الظرف الراهن بالذات وقبل انتهاء أزمة إخليم كردستان غير قادر على اتخاذ موقف مستقل عن إيران لماذا غير قادر باختصار بدقيقة واحدة دقيقة ونصف كما قلت لك أنه هو يشعر الآن بحاجة إلى إيران في هذه الأزمة مع كردستان إضافة إلى الضغوطات الداخلية ولكن المجتمع الدولي وقف معه في هذه الأزمة في كردستان الولايات المتحدة الجانب الأوروبي الدول المحيطة بالعراق كلها أيدت الإجراءات الدستورية العراقية كما تسميها بغداد نعم ولكن على الأرض الحضور القول للمستشارين العسكريين الإيرانيين وبالخصوص قاسم سليماني أسهم كبيرا يعني كثيرا في توقيع هذا الاتفاق حسب ما رشحها الذي أدى إلى دخول مدينة كاركوك والمناطق المتنازعة عليها لذلك إيران لعبت دورا كبيرا على الأرض على حكس المجتمع الدولي الذي دعم الإعباد إعلاميا ولكنه لم يدعمه على الأرض نعم إلى ضيفنا في الرياض سيد خالد الزعتر الكاتب والمحلل السياسي السعودي وربما سأسمع الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل هناك من يعتقد بأن هذا النزاع الخليجي القطري أفرز سياسات جديدة للمملكة العربية السعودية في المنطقة من ضمنها قضية التنافس على علاقة متينة وقوية مع العراق بدلا من أن يذهب إلى محور قطر إيران يذهب إلى محور السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كيف تعلق على هذا الأمر ولكن بعد فاصلا قصير مشاهدين فاصل ونواصل هذه الحلقة من ساعة حرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر